كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل الأعمال الجارية لترميم هرم من كورع وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن الحفائر الأثرية حول هرم من كورع لم تكتمل منذ عام 1837 وحتى الآن بسبب أحجار الجرانيت المتساقطة حوله وأضف وزيري أن إعادة تلك الأحجار إلى مكانها ربما يكشف عن المراكب الجنائزية للملك من كورع وأسفلها وأن نتائج تلك الدراسة ستعرض على لجنة علمية دولية متخصصة لتحديد الموقف النهائي قبل البدء في تنفيذ المشروع وذلك بتعاون مع منظفة اليونسكو